التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المديد سقر التقى عددا من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة يأتي هذا في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتلية والاطمئنان على مدى جاهزية الوحدات والتشكيلات لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار التقى الفريق أول عبد المديد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزية الوحدات والتشكيلات لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار والقلواء أركان حرب عمر جميل لقائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لوحدات المنطقة الجنوبية العسكرية مشيرا إلى أن حماة الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي سيظل محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته وألقى الفريق أول عبد المجيد سقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيدا بما يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية من جهود وتضحيات بروح معنوية عالية وعزيمة لا تلين للحفاظ على أمن واستقرار الحدود الجنوبية للدولة كما أكد أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكانياتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات فضلا عن دورها الداعم لمسيرة بناء الدولة المصرية وخططها الطموحة للانطلاق نحو المستقبل المشرق وأوصل قائد العام للقوات المسلحة بضرورة الالتزام بتقاليد العسكرية المصرية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة الحصن المنيعة لكل من تسول له نفس المساس بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية كما طالبهم بمواصلة البحث والاطلاع للارتقاء بمستوى الوعي لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة